اشتركوا في القناة وفي بداية الاجتماع أكد بن دينا على أهمية مثل هذه الاجتماعات التي تسهم في النهوض بسيرة العمل البيئي الخليجي المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة وكان الاجتماع قد ناقش عديد المواضيع والخطط المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن مذكرة الأمانة العامة الخاصة بالتوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020 والقيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة إلى جانب التركيز على الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء البيئة والبوابة البيئية الخليجية وحقيقة التعاون الخليجي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة إضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ والتعاون الدولي مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية باكستان الإسلامية والاتحاد الأوروبي فضلا عن مناقشة مبادرات مجموعة العشرين ومقترح مملكة البحرين حول الحد من التلوث البلاستيكي وطلب المملكة العربية السعودية لإستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الاجتماع الوزاري لوزراء البيئة في دول مجلس تعاون سنويا يحدد أولويات التعاون بين دول مجلس في خلال الأمانة العامة للسنة القادمة السنة الذي عندنا تحديات كثيرة وأوجه تعاون كثير كذلك سواء في اتفاقيات الدولية أو تعاون مشترك مع العديد من الدول من ضمنهم كورية أو الاتحاد الأوروبي أو دول شقيقة مثل المغرب والأردن ولكن التزاماتنا الدولية كذلك نتفق عليها ونتفق على مواقفنا السياسية في هذه الاتفاقيات وخطط عملنا في العديد من المشاريع المشتركة سواء مع اليونيتد نيشن أو سواء بين الدول بينهم تحديث من المشاريع المشاريعين اشتركوا في القناة